اذا دخل الحاج إلى مكة فإنه يدخل المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة ورأى الناس حولها طائفين ومصلين وهي القبلة التي أمها المسلمون في صلاتهم ودعائهم من كل مكان وهي ملتقى الوجهات والناس في صلاتهم إليها على شكل دوائر أصغر دائرة فيها ما كان قريبا من الكعبة وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم فسبحان من جعل هذا التعظيم والتقديس لبيته الحرام الذي يتوجه الناس إليه في صلواتهم من جميع جهات العالم